إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسو دعم المقطع بلايك اعداد عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية هذه السنة المقرر اجراؤها ابتداء من يوم غد إلى غاية يوم الجمعة ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب البالغ من العمر ما بين 19 و25 سنة أن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء تم حصرها من طرف اللجنة المركزية المختصة برئاسة نائب رئيس الأول لمحكمة النقضة ورئيس غرفة بالمحكمة المذكورة بلاغ وزير الداخلية قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء التي تم حصرها من طرف اللجنة المركزية طبقا لأحكام القانون رقم 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص تنظيمية المتخذة لتطبيقه وأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهات أحيلت إلى مصالح العمالات والآقالين وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الموجهة للأشخاص المعنيين قصد دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم وتبعا لذلك فإن وزير الداخلية يهيب بالشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بالإشعارات الخاصة بهم إلى أن يبادروا إلى ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني تجنيد.ma وذلك فور توصلهم أو توصل أفراد أسرهم بهذه الإشعارات وفي نفس السياق يخبر وزير الداخلية كافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور أنه يمكنهم أن يتأكدوا عبر نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لآداء الخدمة المذكورة برسم السنة الجارية ومن جهة أخرى يخبر وزير الداخلية الشباب الذين لم يتم استدعاؤهم لآداء هذه الخدمة برسم السنة الجارية والراغبين في آدائها وكذلك الشابات الراغبات في آدائها أنه بإمكانهم ملء استمارة الإحصاء عبر نفس الموقع الإلكتروني كما يمكن للشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية والراغبين في آداء الخدمة المذكورة أن يقوموا بملء استمارة الإحصاء عبر نفس الموقع الإلكتروني وفي الأخير يذكر وزير الداخلية أنه يمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكنهم أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بالعمالات والعقالين وعمالات المقاطعات أو عبر الموقع الإلكتروني تجنيد .MA ترجمة نانسي قنقر